وللمزيد حول تداعيات حادثة سقوط مروحيتين لقوات سوريا الديمقراطية المصنفة إرهابية فوق دهوك بالعراق ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنبورغ الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية السيد فرات خرشيد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا إذن ميليشيا سوريا الديمقراطية ترفت بسقوط مروحيتين ومقتل تسعة من عناصرها والمسؤولون في السليمانية كما تابعتم يقولون أن الرحلة لم يتم الإبلاغ عنها وأربيل تؤكد علم السليمانية بنشاط الميليشيا كيف تقرأ هذا التضارب في مواقف كل من أربيل وسليمانية التضارب واضح بداية من نقطة جوهرية وهي إعلان طرف عن سقوط مروحيتين وإعلان طرف آخر عن سقوط مروحية واحدة يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل مروحية إذا كانت الحادثة نتيجة سقوط مروحيتين يختلف عما كانت مروحية واحدة ولماذا يتم التغطية على إحداهما أما الأطراف وتضارب آراءها فناتج عن عدم وجود تنسيق حقيقي بين الطرفين إضافة إلى محاولة كل طرف أن يجد ثغرة يدين بها الطرف الآخر من خلال تعاملاتهم في خضم هذه الفوضى السياسية التي تحيط بالشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة العراق بشكل خاص العراق الآن مرتع لكثير من الجهات والمنظمات المسلحة المصنفة بعضها إرهابيا والبعض الآخر هناك تحفظات عن قيامه بأعمال إرهابية أو جرائم قتل في الدول التي له نشاط فيها مثل حزب البككة في تركيا أو قسط في سوريا أو الميليشيات الأخرى الموالية لإرام في العراق نعم ماذا يعني انتلاك ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المروحية على الأراضي العراقية وهي مصنفة إرهابية لتركيا وهي أجارة العراق كما تعرف دكتور نعم هو يعني بسبب هذه الفوضى أصبحت لدينا منظمات تمتلك أسلحة ترتقي لمستوى الدول طبعا مثل ما تم كشف مصدر السيارات التي كان يستخدمها تنظيم داعش بالإمكان بطريقة أسهل معرفة مصدر الطائرة المروحية التي يمتلكها قسط فالمروحية أكيد لم تأتي من تصنيع محلي لتلك الميليشيات أو بتجميع كما هو ربما يكون بالإمكان القيام بذلك مع الطائرات المسيرة ولكن هذه المروحية وهي فرنسية الصنع لابد من وجود معلومات تؤدي للوصول إلى مصدر هذه الطائرة المروحية من الذي اشتراها وأين آل مصيرها وكيف وصلت إلى حوزة قسد إضافة إلى هناك خلل أمني كبير يشير في هذه الحادثة إلى نقطة وهي الأجواء العراقية خلو أي سيطرة عسكرية لوزارة الدفاع والدفاع الجوي العراقي على الأجواء وجود مروحيات تحلق وتهبط دون علم أي طرف سواء كان عراقي أو كردي ضمن الحدود العراقية نعم دكتور كان هناك تلميح تركي بأن من يقف وراء هذه الطائرات هم الأمريكان هل تعتقد ذلك؟ بالتأكيد نحن نعرف الدعم الأمريكي لقسد وكيف استقبل الرئيس الأمريكي ترامب لزعيم الجناح المسلح لقسد وهو عبدي مظلوم أو فرهاد عبدي أي كان اسمه لأنه يستخدم أكثر من اسم فهناك دعم أمريكي واضح لقسد والأسلحة التي يستخدمها أكيد لها سبيل وطريق وصلت إليه من خلال دعم أمريكي نعم كثيرا ما يسمع السوداني وهو يقول بأن العراق لن يكون منطلقا للإضرار بدول الجوار التصريح كان أثناء لقائه بشامي خاني هل تعتقد بأن السوداني يقصد كل الجيران على حد سواء؟ هذا التصريح لا نسمعه فقط لمغازلة إيران لا يتحدث به الساسة العراقيين سواء كان من يشغل منصب رئيس وزراء على اختلاف الوزارات والحكومات السابقة وإلى الآن أو غيرهم من المسؤولين الأمنيين في العراق لا أحد يتكلم مع تركيا عن عدم رغبة العراق أن يكون منطلقا للإضرار بدول الجوار لا أحد يتكلم عن السعودية لتأمين المناطق الصحراوية في جنوب السماو مع الحدود الجنوبية للعراق والمملكة العربية السعودية فقط عندما يتعلق الأمر بإيران وحفظ سلامة إيران أو عندما تطلب منهم إيران هكذا تصريحات نسمع هذه العبارات من أفواه الساسة العراقية ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي احترام لا للعراق بحد ذاته كدولة لها سيادة ولا لجيران العراق من خلال استخدام الأراضي العراقية حتى الصراعات الأمريكية الإيرانية كانت تقع على أرض العراق الصواريخ مهما كانت وعين كانت غير مقنعة في وقائعها كانت تبادل القصف الأمريكي الإيراني على الأراضي العراقية صورة واضحة لعدم احترام سيادة العراق واستخدام أراضي العراق للإضرار به أولا ثم بجيراني نعم دكتور مظلوم عبدي قائد ميليشيا سوريا الديمقراطية كانت له علاقة قوية بقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ألا يكشف ذلك لعب إيران بورقة ميليشيا قصد ضد تركيا هذه العلاقة بنيت خلال التحالف الذي تم بالتوافق ما بين قصد والميليشيات التي تقاتل لصالح النظام في سوريا ضد تنظيم داعش وضد فصائل مسلحة أخرى تمثل الثورة السورية فالعلاقة كانت مبنية على علاقة التنسيق وقتال مشترك ولكن يبقى للجانب الكردي قيادات خاصة به وانتمائه القومي متمثلا بحزب البككة في تركيا أو التنسيق مع الأحزاب الكردية العراقية إما حزب الاتحاد الوطن الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان لقصد علاقات وطيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهذا جزء من كون العلاقة قوية مع إيران لكون علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق أقل مع إيران مما هي عليه بحزب الاتحاد الوطن الكردستاني فعلاقة قصد مع حزب الاتحاد هي الرابط الذي وطد العلاقة بينه وبينه قاسب سليماني الذي يمثل إيران الدكتور فراد خرشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية شكرا جزيلا لك